وصلت حصيلة الخسائر البشرية في صفوف المرتزق السوريين التابعين لتركيا ارتفاعها على خلفية المعارك المستمرة إلى جانب ميليشيا حكومة الصخيرات ضد الجيش الوطني على الأراضي الليبية ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أحد عشر من مرتزقة تركيا خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على محاور عدة في ليبيا وقال المرصد في تقرير له بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 279 مقاتلا بينهم 13 طفل دون سن الثامنة عشر وأضاف البيان القتلى من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه ووفقا لمصدر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محور حي صلاح الدين جنوب طرابلس ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا وتابع رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان وصول دفعة جديدة من المقاتلين إلى الأراضي الليبية مؤلفة من نحو 260 مرتزقا ليبلغ بذلك تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن نحو 8510 من المرتزقة بينهم مجموعة غير سورية في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3450 مجند وكشف المرصد عن الجرائم التي تقوم بها تركيا حيث كشف أنها قامت حتى الآن بتجنيد نحو 120 طفل سوري تتراوح أعمارهم بين السادسة عشر والثامنة عشر غالبيتهم من فرقة السلطان مراد جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مدية في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر لقناة ليبيا الحدث بو بكر العقلي ترجمة نانسي قنقر